هنراجع على مدائل إف اللي يتعبر عن الشرط أيضاً ليه طلاب ولسنة ونحل تمرينات عليه هنراجع على مدائل إف اللي يتعبر عن الشرط أيضاً طيب في عندنا من الالترنتات بتاعة إف أننا نستخدم أنلس وأنلس معناها إذا لم أو لو لم يبقى إذا الجملة بتاعة أنلس هي فيها النفي فالجملة الثانية لازم نخليها في النفي أيضاً إذا لم يستخدم أنلس معناها إف ناط طيب الحالة التانية أو الشيء التاني من بدائل إف اللي هي without زائد نون أو فعل مضاف لأي النجيل اللي هو جيرند بتساوي but for زائد النون مثلاً without studying hard you will fail without or but for his cleverness he wouldn't succeed يبقى without أو but for his cleverness he wouldn't succeed يبقى لازم نخلي بالنا اللي في الحالات ديت المعنى مهم جداً نبقى عارفين المعنى إيه طيب يبقى أول حاجة unless معناها إذا لم أو لو لم without معناها بدون تالت حاجة من بدائل إف in case of أو in the event of في حالة كذا وبيجي بعدها نون يعني in case of emergency call 1 2 2 مثلاً أو الرقم اللي انت اللي موجود في بلدك يعني يبقى in case of emergency call وبعدين أقول الرقم يعني 9 1 1 مثلاً في اللي هي the police أو emergency police services يبقى إذا in case of أو in the event of معناها في حالة كذا طيب حاجة تانية for if هي نفس معنا provided that هي نفس معنا providing أو as long as أو on condition that يعني ممكن نستخدم as long as بدل if ممكن نستخدم on condition that بدل if مثال I will get high marks provided أو as long as I study hard يبقى بدل ما أقول I will get high marks if I study hard ممكن أقول I will get high marks as long as I study hard معناها طالما إن أنا أذاكر سأصل على درجات علي أو providing بمعنى بشرط أو provided that أو ممكن that ما جيبهاش أقول provided بس كده أوكي طيب if it weren't for زائد noun وبعدين subject زائد would زائد infinitive اللي هي الحالة التانية مثلاً if it weren't for doctors many people would die without doctors many people would die يعني ما أقول if it weren't for doctors many people would suffer مثلاً إذا يعني without doctors معناها بدون الأطباء سيعاني ناس كثيرين أو سيموت ناس كثيرين طيب مثال آخر number six if it hadn't been for زائد noun هي نفس الحالة اللي قلناها بكده بس دي الحالة التالتة بقى if it hadn't been for his help I would have failed the exam يعني معناها without his help I would have failed the exam نحن الوقت اخذنا ست تعبيرات ممكن نستخدمهم مكان if في تعبير آخر آه seven ليه suppose that أو supposing that أو imagine that يجي بعدها past simple وبعدين الجملة التانية would زائد الفعل مثلا suppose أو supposing that you won the prize what would you do بافتراض يعني أو imagine that you won the prize what would you do يعني انت هتعمل بها ايه طيب بيقولك بقى important notes أو ملحوظات هامة من الممكن استخدام should بدل if في بداية الجملة في الحالتين الأولى والتانية زي مثلا should زائد subject زائد الفعل مثال should mona come early I will tell her the news يعني if mona comes early I will tell her the news هي نفس المعنى بالضبط should mona come early طبعا بقول come من غير s لأن should فعل من الأفعال النقصة أو المودلز ما ينفعش أجيب تصريف بعده يعني الفعل اللي بعده هيكون في المصدر طيب should زائد subject والجملة التانية would زائد could would أو could أو might زائد الفعل should sara sleep early she would get up early يعني ممكن لو استخدمت should مكان if استخدم فيها الحالة الأولى أو الحالة التانية تمام if sara slept early she would get up early تمام من الممكن برضو استخدم where بدل من if مثلا where زائد subject زائد بكمل معناها if نفس معنى if where run ya to run faster she would catch the bus يعني if run ya ran faster she would catch the bus يعني إذا ممكن استخدم برضو should مكان if وممكن استخدم where مكان if في الحالة التانية أوكي طيب where زائد subject وبعدين استخدم would زائد الفعل where he clever he would get high marks إذا كان هو شاطر هيجيب درجات عالية يعني معناها if he were clever where he clever هي نفس معنى ما بقول if he were clever he would get high marks وإحنا قلنا في الحالة التانية بستخدم where مع كل الضمار لاحظ أن ما بقول شي if he was clever هي المفروض كنت أقول was مع he لأن he تاخد was مش where لكن في حالة الشرط لأنه حالة imaginative يعني غير حقيقية أو واقعية بستخدم where مع كل الضمار where are a doctor I could save my mother's life يعني if I were a doctor وده غير واقعي لو أنا كنت طبيب كنت زمان حاولت أنقذ والده فإذا هو imaginative situation يعني غير واقعي وغير حقيق من الممكن برضو أستخدم had بدل if had زائل تصريف الثالث يعني مثلا أقول had I trained hard I would have won the cup يعني if I had trained hard لو كنت اتمرنت كويس I would have won the cup كان زمان يفص بالكاس فدي كلها من الحاجات اللي بعملها بديل عن if أو كي طيب نشوف بقى أجزاء اللي احنا قلناها طبعا هي أشهر بديل if اللي هي unless اللي معناها if not وبعض البدائل التانية اللي احنا قلناها زي استخدام should وزي استخدام where أو had في حالة التانية والحالة التالتة من الشرط طيب نشوف كده مع بعض I wouldn't have found my wallet unless you had helped me if you didn't help me معنى كده يعني if you hadn't helped me هي نفس معنى if not يبقى دي الإجابة الصحية طيب number two يعني if she had eaten much كان زمنها زادت في الوزن لو كانت أكلت أكتر من ذلك يبقى if a الإجابة الصحية طيب number three they had the required qualities they would get the job as long as معنى if they had the required qualities يعني طالما لديهم المؤهلات المطلوبة سوف يحصلوا على الوظيف يبقى C الإجابة الصحية طيب number four for the nile Egypt would be a desert land يعني if it weren't for the nile يعني إذا النيل موجود كان زمن مصر هي صحراء ولذلك دايما يقال مصر هبت النيل يبقى if it weren't for the nile إذا لم يكن هناك نيل Egypt would be a desert land يبقى دي الإجابة الصحية طيب number five راشد راشد the bus he would have taken a taxi had rاشد missed يعني if rاشد had missed the bus he would have taken a taxi يبقى استخدم had d يبقى إذا الحالة الثانية والثالثة ممكن أشيل if خالص واستخدم الفعل اللي هو الماضي في حال اللي هو where أو استخدم had والتصريف التالي يجي بعد كده يعني ما أقول had I studied hard I would have got high marks معناها if I had studied hard I would have got high marks يبقى هنا had d من الأشياء التي استخدمها مكان if والمعنى هو نفس المعنى هنا number six Mr. Samih find a good job he will move to a new flat يبقى should يبقى هنا should لأنه ممكن تجي مكان if Mr. Samih finds a job he will move to a new flat لو وجد وظيفة هين اللي شقة جدي يبقى should هنا see هي نفس معنى if واستخدام ممكن استخدمها في الحالة الأول number seven your son a doctor he could help us where your son a doctor معنى if your son were a doctor he would help us where دي الإجابة الصحية number eight Hannah be clever she would answer the question يبقى should Hannah be clever لو كان Hannah شطرة she would answer the question كان ممكن تجاوب على السؤال أكبر بالضبط بقول if Hannah were clever لو كانت شطرة هنا should Hannah be clever هي نفس معنى if Hannah were clever وهنا should زي ما احنا قلنا ممكن تستخدم مكان الحالة الأولى أو الحالة التانية يعني الجملة التانية ممكن أجيب فيها will زائد الفعل أو ممكن أجيب فيها would زائد الفعل يبقى see الإجابة الصحية طيب طيب number nine you had finished the project you wouldn't have been free to travel يبقى unless معناها if not you if you hadn't يعني finish the project you wouldn't have been free to travel يبقى unless هنا هي نفس معنى if not اللي هي see طبعا يا جماعة اختيار الحاجة اللي هي البديل اللي تعتمد على المعنى مهم جدا المعنى عشان الصحيح طيب نشوف number ten if it for money we wouldn't be able to buy anything if it weren't for money هنا هي الإجابة الصحيح طبعا ده حاجة معناها إذا لم يكن هناك مال ما كناش نقدر نشتري الأشياء يعني عايز يقول المال مهم في شراء الأشياء يعني يبقى هو كأداء مش غايع أداء من the kid wouldn't have been saved without her courage بدون شجاعت لا يمكن انقاذ الطيب طيب number 12 we gone to the club we would have been happier had we gone معناها if we had gone طيب إذا هاد دي الإجابة الصحيعة ودي الحالة الثالثة أو third conditional البتاعت F يبقى طيب number 13 we are going to start painting the house tomorrow it doesn't train يعني provided it doesn't train هنبدأ في دهان المنزل في حالة إذا لم يمطر الجو يبقى provided معناها بالضبط يكني بقول if it doesn't train طيب الجملة number 14 if you got out you buy the newspaper for me could you buy the newspaper for me إذا خرقت ممكن تشتري الجريدة ليا أو الجرائد يعني يبقى دي الإجابة الصحية وهنا بتبقى بشكل request يعني طيب number 15 if you L you should go to the hospital if you feel L you should go to the hospital دي تعتبر الحالة الأولى first conditional اللي هي بستخدم فيها مضارع والجملة الثانية well زائد الفعل أو أي موضل زائد الفعل إذا feel see الإجابة الصحية طيب number 16 if anyone has a problem they always nervous they always feel nervous يبقى هنا مضارع مضارع تعتبر zero condition يبقى إذن دي الإجابة الصحية طيب الجملة number 17 if you bake the apples now they very sweet ها لو إنت خدت الابل زالوقتي they want taste very sweet مش هيبقى مزقهم حلو لسه عايز يستوي شوي يبقى want هنا الجملة الأولى مضارع دي الحالة الأولى يبقى b طيب 18 if he had the well he has problems easily he would solve يبقى if he had في الماضي الجملة الثانية وود زائد الفعل يبقى دي الحالة الثانية من f وموقف تخيلي يبقى a الجملة number 19 I would put on protective glasses if I you if I wear you لو أنا مكانك كنت زماني لبست نظارة واقية آخر جملة نحلة مع بعض اللي هي 20 بيقول unless he had followed my advice he all his money he would have lost his money اللي الحالة الثالثة من f يبقى الإجابة الصحية كده احنا شرحنا البدائل بتاعة f زي unless وزي provided as long as وغير ها وأهم حاجة ان احنا نكون فاهمين معنى الجملة عشان نختار الالترنتف الصحيح ل f فكده شرحنا f وشرحنا البدائل بتاعتها تابعونا في الفيديوهات القادمة نشرح جزء آخر من القواعد ونحل عليه تمرينات كتير عشان نفهم هذا الجزء ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب